صباح النور تحكيتنا على الريتريت استراتيجيك واليوم قررنا أنه مش نحكيه على حاجة تندنس يحكيه على الانتليجنس اموسيوني يقول لك توا الانتجر الناس اللي تقود فريق في شركة في مؤسسة في منظمة لازم يكون عنده نوع منه الذكاء العاطفي ولا الذكاء الوجديني معا شنحكيه على قوشيان دانتليجنس بل نحكيه على قوشيان اموسيوني هي رحكاية تندنس أما هي بدأت من 3,000 سنة 3,000 سنة 3,000 سنة أرسط يقول الذكاء هو القدرة على الفهم والتوظيف وابا اليوم نحن إذا نحبوا نستعملوا حاجة نوظفوا حاجة فإننا نفهموها نوظفوها فإننا نكونوا أذكية البشرية قاعدت مدة طويلة تعتقد أنه الذكاء هو الذكاء اللوجيكو ماتيماتيكو اللانجويستيك شي معنى؟ كنا مركزين على الذكاء الحساب يتبرك الله عليه والدي في الحساب الله أحد عليه في ساعة يخدم ساعة من زمان وكمل الامتحان تسترى بعدين جاءت الكوش هذي اللوجيكو ماتيماتيك بعدين جاءت الكوش هذي اللوجيكو ماتيماتيكو اللغة اختيار وحسن اختيار الكلمات أبو الطيب المتنبي عنده بيت يقول فيه بما معناه أن الشعراء الأخرين يبيتوا ويصهروا هما يلوجوا في الكلمات وهو ديريكت يلقى الكلمة ويعرف وين يوظفها حتى لين عام أربعة وسبعين جينا سي جاردنر جاردنر هذيك قال راه واسمع إذا باش نركزوا كان على الذكاء اللوجيكو ماتيماتيك المنطق الرياضي واللغوي راهوا باش نظلموا العبات راهوا الذكاءات متعددة وبدال بحوث متاعه بتسعة ذكاءات وصل بهم في نهاية الكاريير متاعه تقريبا خمستاش ذكاء جاء الذكاء ديزاين جاء الذكاء متاع الحركات كذا جاء الذكاء الروحاني يعني العديد من الذكاءات وديما التطبيق يرجع للمفهوم متاع أرسطو أي مجال أنت تفهم فيه وتوظف فيه هو يعتبر ذكاء كنا قبل في المكتب نختاروا العباد على أساس شي يعرف يحسب لكوسيون متاعه وتوا وليت نسكو لها ذكية للأسف المكتب ما زلنا موانيش لكنا أذكية ما زلنا نجيو للزرافة ونقول لها عوم في البحر وبعدين ونقول لها شبيك تحت فيك زمان ناتاشيون ونفيت هيا الفكرة كنت جيستمون كلمك في محل سيدي فيرس الفكرة كنت شوف القراية في بلادنا وفي العديد من بلدان العالم باش منظل مشكون شي بلادنا تو تلقى المعطيين للرياضيات واللغات صحيح لك للوجيكو ماتيماتيك واللانجوستيك واضح به سيجار دنرقى للذكاءات متعددة لهم أهمية خاصة في نجاح البشر وهو قدرة الإنسان على فهم وتوظيف ذاته قدرة الإنسان على فهم وتوظيف علاقاته مع الآخرين لك الحكاية بدأت تتطور إلى أن جانا السيد دانيال جولمان دانيال جولمان والدانيال جولمان هو أول شخص استعمل مفهوم الذكاء العاطفي أو الذكاء الوجداني كما يترجموه في المشرق العربي وكتب فيه الكتابة متاعه المؤخرا خرجت منه نسخة أخرى منطورة ومنقحة سي جولمان قال قال الذكاء استحافظ على الديفينيسيون متاع أريستوت متاع أريستو الفهم والتوظيف ولكن الأبور الكبير متاعه أنه قسمها الخمسة محاور أساسية قال لك الإنسان الذكي عاطفيا هو إنسان قادر على فهم مشاعره النقطة الأولى قادر على التعامل مع مشاعره خطر أنك تفهم مشاعرك مش بالضرورة تتعامل معها قادر على فهم مشاعر الآخرين والتعامل مع مشاعر الآخرين وزادنا النقطة الخامسة اللي هي قدرة الإنسان على تطوير صياغة وتفعيل رؤية ذاتية كلام صعيب خلق سهلوه دونك ما يكفيش أنك تفهم مشاعرك وتوظفها ومشاعر الآخرين وتوظفها يكن هذا الكل يجب يكون في مشروع شخصي أو جماعي نرجم تبروجيتي نفسك في المستقبل تعرف روحك شنو تحب تعرف روحك شنو تحب تعمل في دنيتك وتوظف قدرتك على فهم وتوظيف الذكاء المعواطف الذاتية ومتع مع الآخرين في تحقيق الرؤية هذه والمشروع الذاتي هذا واضح هذه نجم نقوله ديفينيسيون لحاجة اسمها انتليجنس ايموسيونيات عليش توقف الشركات واللينا نطلب من الماناجر انهم يكونوا عندهم الذكاء تذوما ولا يوظفهم في الإدارة المسألة عندها علاقة اولا اولا بالقيادة كان نرجع لتعريفات القيادة من اكثر الكلمات خاصة في الخمسين السناء اللي صاروا فيها العديد من التعريفات اكثر تعريفة اني نحبه هو التعريف متاع الحاج جون ماكسويل جون ماكسويل يقول القيادة هي القدرة على التأثير وترك اثر تو انفليونس ان تو ميك امباكت اذا انا قيادي بالحق لما نجم من اثر على الناس ولما نجم نترك اثر من بعد الفكرة الاساسية كيفاش نجم من اثر على الناس اذا انا احمق عاطفين التحدي نلقاوا برشا ناس ممتازين لكن في التعامل الجماعي لما يجوا يتعاملوا مع الناس ولما يجوا يتعاملوا مع الوضعيات يلقاوا صعوبة كبيرة يسر هات نبدأوا بالجسع الاول متاع الذكاء اللي هو فهم وتفعيل وتوظيف المشاعر الذاتية اليوم وقتاش نسمعوا نداء بدنا واحصابنا بانا يلزمنا نرتاحو وقتاش نفهم غضبنا وتأثيرو علينا وكيفاش نتعاملوا معه لكيفاش نفهم خوفنا ونتعاملوا معه ايضا في التعامل مع الاخرين الناس تنجم تعترف بك تقنيا لكن اذا ما تنجمش تضمن التزامهم العاطفي والمعنوي فانك ما تنجمش تخلق قصة نجاح في المؤسسة كما يقول سايمن نسيناك في كتابه بيجين ويدو واي الناس ستارت ويدو واي الناس في حاجة الى البحث عن معنى راهوا الحكاية متنجمش تقول جهزتهاك تخدم وتقبض في شهرية سينون الناس الكليك تحول للسلاح والتجارة المخدرات خطر فيها اكثر تجارة مربحة فيها فلوس مخترا لكيف كيف ما نجمش نعتمده فقط على الجانب التقني لأنه كيما يقول غولمان 80% من النجاحات البشرية مبنية على الذكاء العاطفي القادة متاعنا اليوم في المؤسسات يلزمهم يكونوا فخورين بزيدهم التقني يلزمهم يكونوا معتمدين على قدراتهم القيادية وقدرتهم على ضبط الالتزام والانضباط ولكن من مصرحتهم أنهم يطوروا ذكاءهم الذاتي في المسألة العاطفية الذكاء العاطفي باش تكون عندهم قدرة كبيرة يسر باش يتصرفهم على رواحهم ويجاري وروحهم وباش يتصرفهم على الناس الاخرين ويخلقوا التزام ويخلقوا قصة نجاح نزيدك نقطة أخيرة تم القادة بعد إذنك فارس سينيك يقول لا ريحة مواتية للمركب التي لا تعرف مرساها الظروف ما تنجمش تواتي مركب ما تعرفش وين تحب تمشي ما فهميش رؤية ما فهميش القيادة اللي ما عندوش رؤية واللي ما عندوش هدف ولي ما ينجمش يجاري عواطف وعواطف الآخرين في اتجاه الهدف هذا مش يلقى صعوبات عدة سواء في الجستيون متاع عمله في الجستيون متاع الكاريير متاعه وإلا في مساهمة في بناء قصة نجاح المؤسس خرق العادة السؤال البديهي يقول هل هل الذكاءات هذية الوجدانية ولا العاطفية نكتسبوها وإلا من عند ربي أنا ديما نحب الحكاية خليقة أو صنيعة صنيعة علميا أغلبية الدراسات تكيد تجمع أنه الذكاء موزع بطريقة طبيعية على البشر لجمعها المغرب عادلة عادلة كيف نقوله مسألة طبيعية مش معنة المساوية طبيعية يعني السويلا ونورمال جمعت استاتيستيك أكيد يفهموا الحكاية هذي برشا بشي معنى معنة الأكيد أنه فما عدد صغير من البشر ما يتجاوز 2% الحكاية هذي خطيطة جملة والصعيب يصر بشي حاول فيها والأكيد أنه كيف كيف فما 2% عندهم قدرات عالية من عند ربي ولكن لمجوريتي عندهم كما يقول محمود درويش لديك ما يكفيك لديهم ما يكفيهم بشيكونوا في الموين وبشغلهم على المهارة هذية ينجم يطورها بما فيه الكفاية ينشر كيف تبدأ عندك 10 يزمك تخدم 4 سويع كيف يبدأ عندك 8 يزمك تخدم 3 سويع المجهود اللي بيشتبذلو ساديبون من أنت شنو عندك كمؤهلات ولكنها قادرين على التطوير متاحها ديور في العالم فما دورات تدريبية مختصة في الحكاية هذية وبربي فيما يخص الدورات التدريبية سيدي فيرس نعرف اللي احنا نتقاسموا الرؤية في الحكاية هذي رأوا الانتليجنس اموسيونيلي مش أنه نلمدوا العباد ونقولهم حبوا روحكم وحبوا الناس لأخري هذية رأي حاجة مهمة ولكن الانتليجنس اموسيونيلي عندها علاقة بفهم لحظات الفشل وكيفية التعامل معها لحظات الاخفاق ردود الافعال شنية الكلمات الجرحة اللي تتقال وشنية الكلمات المحافزة كيفاش نعملوا هذا الكل ونكونوا صادقين ونحافظوا على المصداقية متاعنا كيفاش النجم ونكونوا ذكيين عاطفيا ومنطحوش في المانيبولاسيون نيجاتيف وفي النارسيسيزم مانيبولاتور دونك المسألة راهي فيها العديد متوجهات التقنية والتمارين اللي يتمكن الشخص باش يشتغل في إطار مجموعة ولا على إطار فدر في المرافقة باش يطور المهارة هذي في المرحلة ثانية من البرنامج تعطينا بعض التفاصيل بعض التامارين يمكن باش نقوي الانتليجنس اموسيوني متاعنا وكيفاش نجم نطبقها في عالم القيادة والريادة فيه هو نظم بردع الانتليجنس اموسيوني هانا رجعين